بيت الهنى بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحب بكل مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من بيت الهنى لما نقعد في ونسا ونتكلم عن أولادنا بتجي سيرة لما يتكلم عن شخصية الطفل الأم تجي تقول نفسي بنتي تكون شخصيتها مميزة الأب يقول نفسي يكون شخصية إبن قوية إحنا لما يتكلم عننا الأمنيات دي بنتكلم عنها في المستقبل لكن إنتوا عارفين إن شخصية الطفل بتصهر من عمر صغير كيف ممكن نكتشف شخصية الطفل في هذا العمر وكيف نقدر نعرف إن الصفات الجميلة فيه نعزز منها ونقوم منها ونضيف عليها وكيف بالمقابل الشخصية السلبية أو الصفات السلبية نقدر نحد منها إذا ما عارفين لا دا ولا دا ما قادرين نفهم طفلنا وما عارفين إذا عنده شخصية كذا ولا كذا هل ممكن نكتشفها؟ دي كلها أمور إحنا هنتناغش فيها ونتونس فيها الليلة معكم في بيت الهنى وهتكون معانا ضيفة عزيزة مختصة في علم النفس العلاجي دكتورة أماني والي محمد توفير أهلا بكم وبيحة فرق وصلت عندنا دكتورة أماني والي محمد توفير مختصة في مجال علم النفس العلاجي أهلا مرحب بك كثير دكتورة أهلا مرحب بكم ومرحب بكم ومشاهدين بيت الهنى شرفتنا كثير الله يفعل ذلك في موضوع شخصية الطفل يمكن الكلمتين ممكن كأسرة تحيس إنها ما جاي مع بعض لأنه الشخصية دائما من خطها للشخص الكبير نعم متين يبدأ معانا تكوين شخصية الطفل؟ بتبدأ تكوين شخصية الطفل منذ المراحل المبكرة من عمر الطفل اللي هي في المراحل الشهور الأولى وبتمتدى إلى أن يصل الشخص إذا عدى مرحلة الطفولة ومرحلة المراهة وبعد ذلك يبدأ مرحلة الشباب يكون تتكون الشخصية المتكاملة اللي هي مسألة البداية هي بتنمو شوية شوية لغاية لما تصل للمرحلة النهائية والله هي تحديدا يعني ممكن نقول شخصية الطفل من عمر الثلاثة شهور الأولانية بيبتدي تكوين بعض السمات البسيطة التي تلاحظها الأم في طفلها وبتستمر إلى أن يصل لمرحلة الشباب وهكذا جميل الصفات اللي ممكن نكتشفها في طفل أو في حال يعني خلينا نقول رضيعة عمره ثلاثة شهور هو رضيعة نعم اللي هي شنو الصفات اللي ممكن نكتشفها في عمر زي دي يعني هو مثلا هو طفل صغير أو هو رضيعة أو كده بنشوف مثلا ما قدرته بتحت الابتسام بتاعت الاستجابة لمسلا صوت أمه في أطفال كتيرين مثلا واحد بيكون أمه بتتكلم في حيطة تانية بيكون بيحول لها نظره بيفتش عليها بينظره فدي كلها عمليات بتاعت شنو تكوين لشخصية الطفل يعني أنا يا جماعة موجود ما بعد فيتكلم لكن بعيوني موجود مع أمي بنظراتي موجود مع أمي خلاف كده يعني استجاباته ذاته مثلا للجوع أنا جعان بيكون جوع بيكون معروف حتى مناغاته مع نفسه يلعب مع نفسه فدي أنا يعني أنا موجود أنا عندي صوت وإذا ما حصل بشكل كبير ممكن نقول ده النوع من الانطواء؟ لا هو ما هو بيحصل لأنه بس تكون شنو بس يعني مغد تتأخر من طفل لطفل مرحلة إنه يبتسم لأمه يعايل لأمه في عيونه بعد شوية يلعب مع نفسه بعد فترة شوية يكبر شوية في الشهور تلقي بتادي يلعب بيدينه وبرجلينه فرفرته كتيرا شوية حاركته بشاته لا بس غد تتأخر المراحل بتاع تعبير عن ضواخله الشخصية أو ضواخله النفسية في الفترة دي جميل ده من نسبة ليه في عمر زيداب يبدأ تكويل شخصته في عوامل خلينا نقول مؤثرة من حوالين وهي بيدعب الشخصية ديه أو ممكن تغير فيها حتى نعم بالنسبة للطفولة في مرحلة الطفولة العوامل المؤثرة في النموء الشخصية تبتدئ من العامل الوراثي المؤثرة من مراحل التكوين الأولى للطفل الصغير هو في بطن أمه ففي العملية بتاعت الوراثة التأثير من بطن الأم من بطن الأم عملية ما هي عملية تلاقي البويضة مع الحيان والنوية وبعدين عندك تلقيه هو الكرموزات وصفات الأب وصفات الأم فده كلها تبتدئ عند الطفل من مرحلة التكوين الأولى سبحان الله سبحان الله وبتصل المرحلة بعد ذلك تجي المرحلة بتاعت إنه طفل وليد أو رضيع صغير بتجي المرحلة التانية في تكوين الشخصية اللي هي علاقة الأم بالطفل وعلاقة الأب بالطفل وعلاقتهم الاثنين بالطفل ده برضو من العوامل بتأثر في نموء الشخصية لدى الطفل يعني بعد إذنك علشان نحدد أم العلاقة الجيدة ما بين الأم والأب والعلاقة اللي فيها توتر ممكن تتأثر كيف طيب أنا ابتدلك بالعلاقة الجيدة العلاقة الجيدة الطفل الصغير هو بحس بها مما هو جنين في بطن أمه إذا كانت الأم متقبلة الحملة هو بحس بالقصة دي أو هي رافضة أو أول أم والأب الاثنين المتوافقين على الحملة أو رافضينه هو الطفل بيشعر بها الشعور معناها يخلوا بانوا من أمهات للمسألة دي والله يريتي يعني دي فرصة كويسة إن الواحد إنه حتى العملية بتاعته هو الطفل الصغير في جنين بتأثر بالإنفعالات بتاعت الأم بتلقي كثيرا عندنا في المجتمع السوداني بنسمع إنه والله ولدي ده أو بيتده طلعت عصبية لأنه يوم أنا كنت حامل كانت عندي مشاكل ففي الفترة دي علينا نحاول بقدر الإمكان إنه نقلل من المشاكل اللي بتكون موجودة في حياتنا حياتنا موجودة فيها مشاكل لكن ما نخليها التأثر لفترة أطول كده على السيد الحامل على الطفل وكده إذا كان بناتهم في توتر هل ممكن نقول إنه من الشخصيات اللي بتضاف ابنه يكون شخصية عصبية أو متوترة أو قلقة مثلاً إذا كان الأب والأم متوافقين ممكن يكون شخصية هاد أو رزينة ممكن تدخل مسائل دي؟ بتدخل مسائل دي خلاف الأم والأب في العوامل الثانية اللي هي موجودة بوجودة الأخوة يعني في الأسرة برضو له تأثير كبير جداً جداً على نمو الطفل وعلى شخصيته المرحلة الثالثة أكبر شوية في المرحلة بتاعت المجتمع الخارجي هنا في مجتمع الأغرانة الروضة المدرسة بتجي الحوامل المؤثرة برضو في شخصية الطفل عملية الثقافة أي نوع من الثقافة الثقافة السلبة الثقافة الموجبة وهكذا فالإنسان أو الطفل الصغير هو في مراحل بتاعت نمو لنمو شخصي في كل مرحلة عندها متطلبات المحددة في عملية النمو لكن بصفة عامة العوامل المؤثرة في نمو الشخصية ممكن نقول عليها الوراثة الوالدين وجود الإخوة المرحلة الرابعة الثقافة الخامسة والمحيط بتاع المجتمع فيه والطفل فيه طبعا أمور لها علاقة بالأم والأب في تكوين شخصية الطفل نعم انتذكرت منها الحاجة دي هنكملها وتعلق عليها لأنه عندنا قصة مصورة مع أسيدة نانا عبد المجيد عندها بيتين ربنا يخليهم ليها قدرة كيف تكون شخصية البنات تكتشفها في البداية كيف وتطور فيها تعالوا نشوف مع بعض بعرف أولادي بحبه بكرهه شنو بالملاحظة وبالحوار وبعددك أدعم الحاجات اللهم بحبوا يعني بشوف مثلا راما مثلا بتحب الألوان وبلاحظ انه مثلا نون دايما بتميل الكمبيوتر والحاجات وبتدغينة برضو يعني أكتر شي بحاورهم الملاحظة والحوار ده هو الحاجات اللي بتخليني أفهم الشخصية بتاعتهم الحوار ما صعب معه بالعكس انت بتلقي دايما لما انت تبتدي حوار أو لما انت تبتدي أسئلة بتلقي انه ما في يعني ما في حتى سطوبة يعني ما بجيفه يعني ممكن يكون في حوار مستمر الصعوبات اصلا هي هتكون مني أنا كانت في البداية إنه أنا ممكن ما كنت بسمع أكتر يعني ما بسمع دايما بكون شنو مسيطرة لقيت إنه أنا مفروض أدي فرصة لأنهم هم يعبروا عن نفسهم أكتر وأنا أسمع وأشوف يعني حاجاتها الممكن أصلحها شنو يعني وأحيانا الطفل لما يكون صغير بيكون في حاجات كثيرة هو ما منتبه لها فأنا بقوم بوجي إنه مثلا في حاجة يسمع كده وبالتجربة يعني أو ديوم الفروسية يجربوا ويشوفوا وديوم السفحة يجربوا وشوفوا بعد ذلك هم حسب ميولهم يختاروا مرحلة ثانية هو يطمحوا لإنهم هم يصلوا فيها لدرجات كبيرة يعني اللي هي طبعا بالإضافة للحاجة الأساسية اللي هي الدراسة دي شيء أساسي وبعد ذلك الهوايات اللي هي دي بيدعي من صغتهم في نفسهم بتقوي شخصية الطفل برضو أنا بافتكر إنه من الحاجات المهمة جدا ينموها في الطفل السيغة في النفس ولكن لازم يكون يعني ما يكون يتصل لحد الغرور وتكون متوازنة وخير الأمور والوسط لعما يكون فيه لغة بتاعة حوار مستمر ودايم بيكون فيه أكيد ارتباط ودايما بيلقوهم فرصة إنه فيه شخص ما بيستمع فالحاجة دي بتساعدوا اللي قدام لما يقابلوا صعوبات أو يقابلوا مشاكل فبيلقوا إنه فيه شخص ممكن يسمعه فبيخلي اللي قدام العلاقة بتكون أسهل يعني الحوار بيعلم البحاجات كثيرة عن أبنائهم تقدر توجهه تقدر تأثر على أفكاره تأثر على حياته كلها ما شاء الله عليك يعني نانا واحدة من الشابات الأمهات الشابات اللي إحنا بنقول في ظل الزحمة الشديدة اللي عندنا في الوقت لكن عندها وقت ما شاء الله تعقيبك عليها دكتور إشنو؟ والله حقيقة يعني بنطب ربا سبحانه وتعالى إنه يكثر من بيتنا نانا إن شاء الله إن شاء الله على أول أول حاجة الفكرة بتاعتها هي فكرة تكاد تكون علمية ويريت يعني كل الأسر تحزوا الحزو بتاعها بعدين من الملاحظة من التغرير إنه نانا يعني اهتمت بالجانب الطرفيهي التزغيفي التعليمي في نفس الوقت اهتمت بالجانب الأكاديمي دي معادلة مهمة معادلة مهمة جدا جدا إلا أن الأطفال بطبعهم بيميلوا إلى الطرفيه واللعب أكثر من الميلان إلى الميلان الأكاديمي صحيح فيفتكر إنه التوازن العملته هنا مع بناتها توازن رايع وتوازن بناء وغد يكون يكون مدروس نعم فبفتكر إنه كل الأسر تحاول إنه بقدر الإمكان إنه تقدر تعمل التوازن ما بين التفوغ الأكاديمي وفي نفس الوقت الهوايات تنمية الهوايات وممارسة الرياضة على حسب ما بحبها الطفل ما شرط إلا تكون فلوسية ممكن إن شاء الله كرة قدم في الشارع لما بالضرورة لما بالضرورة إنها تكون رياضة زي ما بقولوا يعني مرفحة مثلا أو مرفحة أو مرفحة فلوسية هي طبعا من الرياضات المرفحة لكن نحن نتوقع بنتكلم من واقع واقع نحن كسودانيين فيه أنواح كثيرة جدا جدا من الرياضات اللي بتحتاج لمجهود يعني أفراد معينين في المدرسة سواء كان في الكرة الطائرة سواء كان في السباحة أو في أي منشط من المناشطة الرياضية ودائما منحب المناشطة الرياضية الجماعية ليه المناشطة الرياضية الجماعية لأنها بتنمي في الطفل المغدرة بتاعة التمازج الاجتماعي مع الغير والتعاون والتعاون فهي كون إنها بيتها مثلا بترسم دماعي بل بالعكس دي إضافة لها صحيح فلحنا دائما بنحاول ننمي المهارات الاجتماعي الهوايات الاجتماعية الكبيرة لأنها بتخدم عدد كبير من الأفراد جميل جميل لما نتكلم عنه يعني كمربي ومربية يعني بعدها في الحالة دي إحنا مش هنتكلم عن الأم والأبس ممكن الجدة بتربي الجدة العامة في حالة إنه إن شغال معين أو ظروف محددة هل ممكن نقول إنه المربي ده بشكل عام بيقدر يعرف صفات الشخصية لدى طفله؟ إذا افترضنا في شخصية المربي هو يكون جد أو جدة فأكيد عنده الخلفية التربوية الممتازة اللي بيقدر يلاحظ بها شخصية الطفل يمكن في السودان عندنا الحبوبة والجد كثير منهم بيربوا في أسرنا يعني إحنا ممكن نكون تربين على يدهم أو أولادنا حابة واصل معك في الموضوع وأكيد عن النقطة دي لأنها مهمة بس فاصل قصير ورعوت بيت الهنى حبابكم عشرة مرة ثانية وموضوعنا اليوم عن شخصية الطفل قبل الفاصل كان عندنا سؤال بخصوص المربي يعني ما شرط إلا يكون الأم والأب ممكن الجد وممكن الحبوبة أو ممكن أي مربي آخر إذا كان من الأهل أو من بر الأسرة هتوصل معك دكتورة أماني فضع لي أهلا مرحبي أهلا بقولش إن بدنزل إذا كان المربي هو الجد أو الحبوبة فهما تربية ربونا ليها يعني ماذا لا يقولين كيفين هما طلعوا طلعونا إحنا فبس يعني عندي بعض التحفظ إنه الجد والحبوبة بيدلعوا الأولاد حبتين فبس هما لو قدروا عملين التوازن زي ما عملوا لهم ولينا في التربية يعني بيكون أحسن وإذا افترنا إنه المربي هو مثلا الشخص الثاني خلاف الجد والجدة اللي هو مثلا أستاذ في المدرسة أو خلافه برضو يعني نراعي فيهم أنه يكونوا تربية موضوعية وعلمية كيف تكون؟ بمعنى شنو؟ يعني إذا كان التوجيه بالخطوات مثلا يعلموهم القيم يعلموهم بعض الصفات الجميلة يعلموهم بيتين يكونوا صادقين بيتين يكونوا مثلا يطلبوا حاجاتهم نعلموهم الحتة بتاعات لو سمحتي لو بفضلك فدي الحاليات دي بتغرز فيهم أكثر مما نعلم لهم كآباء بياخدوا التربية بشكل جديد وبشكل مختلف نعم 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 فهي بتأثر عليهم طبعا أفتكر ده بالتطبعا بالتواصل مع الأسرة مع المدرسة طبعا أكيد أنا مهمة لما يتكلم عنه يعني بشكل عام هل ممكن نقول فيه صفات معينة بتحدد شخصية الأطفال بشكل عام؟ نعم هي فيه مثلا طفل منه عمر سنتين لغاية عمر أربع سنين بتيبتدي تصهر فيه بعض الصفات الشخصية يعني مثلا بنلقى كثير من الأسرة أول أمهات بتقول لك والله والدي ده عنيد يعني عندي ده جابه من وين؟ أنا نحن ما عندنا زول عنيد في الأسرة لا إذا أنت جيتي إذا راجحت حساباتك بتشوفه العندي ده جاه نتيجة مثلا أنك أنت جبت طفل تاني وحسب الغيرة وعايز إلفت النظر فبيقوم شنو بيكون شخصيته عنيدة لأنه الاهتمام والحب اللي كان بيلاقيه قبل ما يجي أخوه الثاني قلة وبيلفت النظر بيه أيه هو في النهاية عايزي الفتن نظر سواء كان عنيد داري الفتن نظر أو كان عدواني داري الفتن نظر أو كان بيبكي كثير برضو ده عملية بتاعت إنه دي تنبيه أو في صفات كثيرة يعني الطفل غاية الفتن نظر أسرته ممكن أتبول لا إرادية أو بعد الأمر لا في العمر ده اللي اعتبر لا يعني ما مشكلة لأنه لسه هو في العمر بتاع التعليم التعليم ففي العمر ده منقدر نقول عليه إنه مثلا عزي الفتن نظر ده ده في أعمار أكبر شوي ده في أعمار أكبر فبالتالي يعني الأم الواعية أول الأم تكون واعية جدا تشوف ولده ليه هو بيقى كده لأنه أساسا ما فجأة بتقول عليه الولد ده بيقى يبكي ما جاء ساكده ما جاء ساكده ما جاء ساكده الشخصية النكذية بتحت الطفولة ما جاء تساكي فالأم ترجع تشوف الشنو اللي تغير وبعد ده تبدأ توفر شنو علشان تقدر تحمل حاجاتي نعم إذا افترضنا إنه هي كانت امرأة عاملة وبيقت تطلع وتخلي ولده مثلا معين حبوب بتعين جدا بيجي بكون عصبي بيكون جدا فهو ما محتاج إنه في حاجة نقصت في حياته فتقوم بتعويضة تعمله عملية تعويضية كيف؟ عملية تعويضية مثلا إذا هو في عمر من سنتين لغات أربعة سنوات أو خمسة سنوات ممكن تتخاطب معاهم تاخد تددي معاهم في الكلام وبعدين تفهموا إنه هو حبيبة وإنه هو يعني بتحبه وإنه 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 على أساس إنه ما يحز بالنفور أو هي ما فاضية دكتور أماني الكلام أكيد معاك جميل جدا ومفيد نصيحة أخيرة ممكن تقدميها للوالدين حقيقة تانية يعني الأطفال عندهم تتشعب كل الهوايات فيها أطفال عندهم هوايات كثيرة جدا وفيها ألعاب قد تنفس عن بعض الرقبات الموجودة فيهم فبعض مرات أنا برجو من الآباء والأمهات إنه أخدت بالهم للهوايات اللي بمارسوها أطفالهم شنوك ومن خلال الهوايات اللي بمارسوها لأولادهم بيكون أكيد الأم والأبو أو الأسر عارفة إنه في بعض الصفات السالبة في طفلها فمن خلال ممارسة اللي الهوايات اللي هو بمارسها نحاول إنه ندخل له إنه مثلا العادة الفلانية دي أنت لو هي مكويسة من خلال الرياضة من خلال كده نحاول نمسح الشيء السالف في شخصية الطفل وننمي له الشيء الإيجابي فيه في العادة السيئة مثلا هو لو مثلا عنيت فحب مثلا بيلعب كرة غدم بيحب إلعب استحوذ بالكرة الغدم براه أو نزول أنان داري الكرة تكون عنده نقول لي لا اللعبة دي هي لعبة جماعية وإنه الجمال إنك لما تدي وتدي غيرك وغيرك يديك وكده فمن دايما ننمي الصفات السالبة في الطفل من خلال الألعاب لحاجة موجبة نحيد من السلبيات بالتوجيه والمراغبة والنصعي جميل أنا بشكرك كثير شرفتنا كثير دكتورة أماني والي محمد توفيق مختصة في مجال علم النفس العلاجي شكرا لحضورك ونستمنى إن شاء الله أنه كل الناس تستفيد منكم والله إن شاء الله رب العالمي إن شاء الله رب العالمي شكرا لك راجعا لكم بعد فاصل بي سيدي خليكم معنا أهلا بكم من جديد لأن صحتكم بتهمنا نجهز لكم فقرة صحية في مجال التغذية مع اختصاصية التغذية والعلاج الغذائي زهراء الحسن يتفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بالمشاهدين الأفاضل ونتكلم اليوم في حلقة التغذية عن التغذية التكميلية للطفل الرضيع في الأول حسب ما أقرته منظمة الصحة العالمية واليوروسيف حول تغذية الطفل الرضيع في العام 2003 أنه الهدف الاستراتيجي لوضعته منظمة الصحة العالمية من أجل الحياة المصلة للطفل ويعيش وينمو بصورة جيدة والإنماء العقلي والزهني يكون بصورة ممتازة فمن عمر يوم تبدأ لحد ستة شهور تبدأ التغذية المحتمدة تماما على الأوم في حالة الله لغضر وفاة الأوم أو في حالة أسباب تمنع الأوم أن تكون قادرة على إرضاع طفلها ممكن ندخل بعض المكملات الصيدلانية المقابلة لعمر الرضيع فمثلا بعض المكملات يكون مكتوب عليها من عمر زيره لحد ستة شهور فهذه اللي بيأخذها الطفل أو من عمر ستة شهور لحد سنتين على حسب الوضع الذي عايشه الطفل يمكن أن يجيب له المكملات حتى في بعض الصيدليات في مكملات غذائية للأطفال حسب عمارهم بيكون مكتوب عليها خاص بالإسهال دي ممكن ندخله من خلال عمر يوم لحد ستة شهور لكن خلاف المكملات ولبن الأوم يمنع منعبات تناول الأغذية الطبيعية من المجموعات الغذائية الحنسكرة تبدأ تغذية تكميلية من عمر ستة شهور لحد سنتين الحياة حنتكلم عليها فمن عمر ستة شهور لحد شهد ممكن ندخل بعض الأغذية مثل الرز من مجموعة الحبوب نأخذ الرز ممكن نضيف له الحليب ويبدأ بها الطفل حتى البداية للطفل لأول مرة يتناول نوع من الغذاء تكون فيه وقت هادي جدا والطفل يكون فيه ارتياح وتكون غالما في منتصف النهار يعني ما تكون بدري خالص لأن الطفل بتكون معدته لسح كسلانة وتكون في ساعات متأخرة من الليل فبعد ما نجرب معاه الرز بالحليب ونديه من ستة شهور لحد سبعة شهور تليها المرحلة الثانية من سبعة شهور لحد ثمانية شهور ممكن ندخل بعض الحياة المسلوقة مثل البطاطس تكون مبشورة بصورة نعمة جدا حتى يسهل على الطفل تناوله الحياة الثانية ممكن نتناول نوع من الفواكه الطازية تماما وتكون مهروسة بصورة نعمة جدا حتى الفواكه اللي بتكون فيها بزور نخلطة وتكون مصفية بصورة نعمة خالص أو يكون في شكل عصير فواكه إذا كان ما كان في فلتفاكها طازية يكون في شكل عصير فواكه يأمل لنا الاحتياجات البسيطة اللي بيحتاج لها الطفل بعد ثمانية شهور لتزعة شهور بيمنع تناول البيض والألبان الكاملة تدسم مثل البان البغر نسبة لعدم تكون الجهاز العصبي لدى الطفل فبكون الجهاز العصبي لسه عم يتكون خوفه من تسبب بعض الحساسيات الغزائية فمن المواد اللي نذكر بعض المشاهدين الأعزاء أنه البيض والحليب ممكن يسبب الحساسية في أعمار مبكرة فممكن في المرحل الذي نمنع البيض والحليب لحد عمر ثمانية شهور بممكن أدخل الحليب كامل للدسم والبيض يكون مسلوق بصورة جيدة جدا وتناول الطفل بعمل له كمية البورتينات المحتاج لها حتى اللحون تكون في شكل مسلوق ومهروس تماما وخالي من الدهون في هذه المرحلة الطفل ما بكون عايز دهون ومن المنع في مرحلة من عمر ستة شهور لحد سنتين عدم تناول كلنا عن مشروبات الغازية وحتى الشاي والقهوة للطفل لأنه في غنى عنها فأذكر الأم المشاهدة أن دائما الطفل بدولة تغذية التكميلية ما تنسى الموية لأنه نحن قلنا من عمر زيره لحد ستة شهور ممنوع يشرب الطفل أي سوايل خارجية بدلت التغذية التكميلية تذكر طوالا أن الطفل حيحتاج لموية وإن شاء الله تكونوا استفيدتوا معنا في حلقاتنا دي ونرجع للستيديو شكرا للمصيحة الغالية دي ونتمنى إن شاء الله دهون الصحة والعافية للجميع من حلقتنا اليوم وإحنا بنتكلم عن شخصية الطفل في حاجة مهمة جدا انتبهنا ليها مسألة الحوار ما بين الأم والأب وما بين الأبناء وفي المجال ده في كتابات طبعا كثيرة وكتب منتشرة في مجال التربية واحد من الكتاب ذكر بإبنه أبو جاهو وكان بتكلم عن علاقته بإبنه فهو جمستاء جدا وبتكلم بألم شديد فقال لهذا الكاتب أعتقد أن علاقتي بإبني متوترة لأني لا أستطيع أن أفهمه فهو لا يريد الاستماع إلي أبدا قال له الكاتب دعني أرتم ما قلته للتو أنت لا تفهم ابنك لأنه لا يريد الاستماع إليك فقال له الأب نعم هذا صحيح فقال له دعني أجرم مرة أخرى أنت لا تستطيع أن تفهم ابنك لأنه هو لا يريد الاستماع إليك نفس الكلام فقال له بصبر نافذ نعم صحيح هذا ما قلته قال له هذه الحكمة كي تفهم شخصا آخر فلا بد لك أن تستمع أنت له من خلال هذا الكلام الحوار ثم الحوار ثم الحوار ودعناكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة